دكتور أهلا وسهلا فيك اليوم أولاً شفنا اجتماعات وزيارات إلى واشنطن مش وفد واحد عدة وفود راحت من لبنان اليوم شو نتيجة هيدا الزيارات شو نتيجة هيدا الاجتماعات اللي حصلت بواشنطن صراحة أنا أنا بعتقد واشنطن موجودة عنا بلبنان من زمان الأسرة الدولية موجودة عنا بلبنان من زمان صندوق النقد الدولي بيعطي تقاريره السنوية البنك الدولي بيعطي تقاريره مجموعة العمل المالي الدولي مثل ما حضرتك ذكرت بالمقدمة بتعطي تقاريرها وبتعمل مراجعة للبنان القطاع المصرفي ولبنان الاقتصاد قدرت والتزامه بالمعايير الأربعين اللي هي بتعتمدها لمكافحة طبيعي الأموال وتمويل الأرهاب فنحن ما في داعي نروح لبرة يعني هن عندهم فكرة واضحة عن طبيعة لبنان وأنا بعتقد مجموعة العمل المالي الدولي بآخر إطلال الأعلى يمكن لتحسين صورة لبنان تحسين صورة لبنان بيكون بالأداء أو إتخاذ قرارات وتنفيذها لإنقاذ لبنان أنا اليوم عنا أزمة اقتصادية الدولة اللبنانية ما أخذت أي مبادرة جدية لخلق حزام أمان اجتماعي لمعالجة الفقر ولمعالجة الأشخاص اللي اتدنت قدرتهم الشرائية بسبب الضغوطات التدخمية فاليوم يعني هالوضع هيدا ما بدوا معجزته حتى تعالجوا اليوم أنت عندك مئات ما بدوا دعم خارجي لحتى يمكن نرجع نقوم على إجراءين اليوم أنتوان عندك مئات المؤسسات الغير حكومية اللي عم تقدم رعاية صحية ورعاية اجتماعية للمواطن اللبناني المحتاج يعني وقتا نحن بنحكي بالبوبلك برايفت بارتنرشيب هالتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام مش بالضرورة لبناء البنية التحتية أو مصانع فيه كون بتقديم بتأمين حزام أمان اجتماعي شو بيمنع وزارة الشؤون الاجتماعية مع الدولة مع المؤسسات الغير حكومية يتعاونوا لإنشاء حزام الأمان الاجتماعي هيدا بيصير المواطن اللبناني مرتاح على وضع يعني ما ضروري هالمؤسسات هيدا لأنهم بيستلموا من الدولة مصاري يعني فيها الدولة تتعاون معهم نحن الحلول هيدا ما بدأ معجزة والتمويل موجود من خلال هالمؤسسات الخاصة إذا مش متوفرة بالدولة لهالسبب يعني بتشوف مقربة الحلول مثل كأنه من قبل السلطة السياسية لشراء الوقت لأنه اليوم أنت بالسنة الخامسة للأزمة ما بعتقد فيه ولد مش شخص بلبنان الله صار واعي لطبيعة الأزمة اشتركوا في القناة